بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية كنا في الحلقات السابقة وعلى مدى أدة شهور قد عرضنا لمنهج الصف الثالث الثانوي الفني اه تكلمنا في النصوص وفي القراءة وفي الأدب وفي البلاغة وفي النحو حتى استوفينا شرح جميع جزئيات المنهج واليوم إن شاء الله نبدأ أولى حلقات المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية وبإذن الله حنبدأ النهاردة أول قسم حنبدأ عليه مراجعة هو تدريبات النحوية وعايز أذكر حضراتكم قبل مبدأ في عرض قطع وإجابتها إلى أننا هذا العام شرحنا وحدتين كبار الوحدة الأولى كان عنوانها التوابع والوحدة الثانية كان عنوانها الأساليب وحدة التوابع أخذنا فيها أربع دروس الدرس الأولاني النعت والتوكيد والعطف والبدأ والدروس الأربعة ده هي بيربط بينهم رباط أو رابط واحد كبير على الرغم أنه ممكن يبقى فيه اختلاف في الجزئيات أو في التفاصيل الرابط ده هو أن جميع هذه الدروس بيأخذ فيها التابع إعراب المتبوع يعني بيأخذ إعراب اللي قبله يعني النعت بيأخذ إعراب المنعوط البدل بيأخذ إعراب المبدل منه التوكيد بيأخذ إعراب المؤكد والعطف بياخد اعراب المعطوف عليه وفي الوحدة التانية اتكلمنا عن الاساليب ودرسنا اسلوب النداء واسلوب التعجب واسلوب الاختصاص واسلوب المتحو الزم واللي بيتابع الحلقات حيفتكر ان انا قلت اثناء شرح هذه الوحدة ان مجموعة دروس جميعها تقريبا سبق دراستها في مراحل التعليم المختلفة يعني درسوا قبل كده اسلوب النداء واسلوب التعجب واسلوب المتحو الزم وقلت ان الدرس الجديد اللي يمكن لاول سنة بندرسه السنة دي هو اسلوب الاختصاص ان شاء الله احنا هنعرض مجموعة من القطع النحوية واثناء عرضنا لهذه المجموعة من القطع برضو هنعيد التأكيد او الاشارة الى بعض القواعد وبعض الجزئيات من باب التذكير اول حاجة عندنا النهاردة قطعة بتقول شباب مصر انتم املوا بلدنا ونحن المصريين نقدر جهودكم من اجل نهضة الوطن فيا شباب الوطني اخلصوا لوطنكم فالاخلاصة الاخلاصة في عملكم ما اعظم الشباب الواعي المدرك حق وطنه عليه بيجيلي في الامتحان قطعة شبيهة بهذه القطعة ثم يبدأ في مجموعة من الاسئلة عالية اول سؤال دايما بيصدفنا في قطعة النعب هو بيبقى سؤال اعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة وسؤال اعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة ربما بيكون من الاسئلة اللي بتمثل صعوبة او مشكلة لابنائنا وبنتنا الطلاب ليه او لماذا لان انا في سؤال اعرب ما تحته خط بسأل في النحو بصورة تراكمية بصورة تراكمية يعني ايه يعني بسأل في القواعد النحوية التي سبقت دراستها ان طبعا تعلمون ان النحو اه دراست دراست تراكمية يعني ايه القاعدة اللي انا درستها في سنة تلت اعدادي بحتاجها في اولى سنوي بحتاجها في تانية سنوي بحتاجها في الدبلوه وهكذا يبقى بسأل في بصورة تراكمية وربما اه بعض الطلبة ممكن يكون نسي هذه القواعد فبالتالي من هنا بتصدف المشكلة طب السؤال كيف اتعامل مع سؤال الاعراب كيف اتعامل مع سؤال الاعراب الاجابة على هذا السؤال بان انا لا اتعامل مع الكلمة بمفردها لا اتعامل مع الكلمة بمفردها انما بتعامل مع الكلمة في اطار الجملة اي كلمة موجودة عندي جاية في داخل جملة سواء كانت جملة اسمية او جملة فعالية كل اللي علي لما باجي بطلب من حضرتك انك تعرب هذه الكلمة انك تعرف فين اول هذه الجملة فاذا وصلت الى اول هذه الجملة بتبدأ فورا في الاعراب منذ بداية الجملة وبابدأ معها جزئية جزئية الى ان اصل الى الكلمة المطلوب اعرابها وبجد نفسي وصلت الى الاعراب بمنتهى السؤولة اما التعامل مع الكلمة بشكل مفرد مش هيوصلني الحاجة واجد نفسي مش قادر اعرب الكلمة طب تعالوا نطبق الكلام اللي انا قلته ده هو في القطع القطع زي ما قلنا قدامنا بتقول شبابة مصر انتم املوا بلدنا انا هنا حطت خط تحت كلمة امل وعايز اعربها اه طيب فين بداية الجملة بداية الجملة الضمير انتم هنا جملة اسمية انتم املوا بلدنا دي جملة كاملة فهبتدي من عندي كلمة انتم انتم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ طالما مبتدأ يبقى هذا المبتدأ في حاجة الى خبر يبقى كلمة امل هنا تتعرب ايه تتعرب خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمير وعايز الفت النظر هنا الى حاجة ضمائر الضمائر المنفصلة اللي هي انا او نحن انت انت انتما انتم انتنه هو هي هما هم هن اتنشر ضمير اقولهم تاني انا ونحن انت انت انتما انتم انتن هو هي هما هم هن هذه الضمائر عندما توجد في اي قطعة وفي اي موضع من مواضع القطعة حضرتك بتعربها على طول مبتدأ بتعربها مبتدأ وتبقى اعربها ضمير مبني في محل رفع مبتدأ وعادة زي ما نعامل كده في القطعة ييجي جاي في الجملة في الكلمة اللي بعد هذا الضمير وحط تحتها خط فبالتالي بتعرف ان غالبا بتكون خبر يبقى كلمة امل بتعرب خبر مرفوع وعلامة الرفع الضم الكلمة اللي بعد كده هي كلمة جهودكم طيب فين اول الجملة اول الجملة عندي الفعل المضارع نقدر نقدر جهودكم نقدر جهودكم انا هبتدي اعرب من هنا علشان اقدر اوصل الى اعراب كلمة جهودكم نقدر فعله مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضم والفاعل هنا كل فعل لابد ان يبقى له فاعل الفاعل هنا ضمير مستطر تقديره نحن يبقى بانتهى الصورة على طول اتلاقيني بقول ان كلمة جهودكم مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة كلمة جهودكم شفت انا جبتها ازاي ابتديت من اول نقدر اللي هو الجملة الفعلية اللي كلمة جهودكم عضوا في تركبها او جزء من اجزائها وبعدين فعله مضارع وبعدين جبت الفاعل واجدت نفسي موجود امام المفعول به اللي هو ايه كلمة الجهود طيب كلمة الجهود اتلاحظ عدرتك ان احنا عربناها على مرحلتين هي كلمة جهود مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة والضمير كوم وعايز حضراتكم ان تاخدوا بالكم من النقطة دي انا عندي تلات ضمائر اللي هي الها والكاف ويا المتكلم هذه الضمائر التلاتة اذا اتصلت بفعل بتبقى مفعول به واذا اتصلت باسم زي اللي ما هو موجود عندك اللي هو كلمة جهود اسم واتصل بيها الضمير اللي هو الكاف والميم كوم الضمير دا دايما في الحالة دي بيبقى بقول عليك ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ضمير مبني في محل جر مضاف اليه هنروح بعد كده للكلمة التالتة اللي هي كلمة الوطن كلمة الوطن هابص دينا مش محتاج ابعد كتير في الجملة هابص على طول قبلها هلاقي كلمة نهضة نهضة الوطن اسم نكرة مفيش في أوله ألف ولام وبعدي اسم معرفة أوله ألف ولام اللي هو الوطن يعني كلمة نهضة مفيش في أولها ألف ولام وبعديها كلمة الوطن فيه في أولها ألف ولام يبقى انا بعمل ايه عرفت كلمة نهضة لان كلمة نهضة لوحدها مش متضحة نهضة من فلما قلت نهضة الوطن يبقى انا عرفتها يبقى هنا فيه مضاف وفيه مضاف اليه المضاف والمضاف اليه عبارة عن ايه عن اسم نكرة يلي اسم معرفة اسم نكرة يلي اسم معرفة يعني انا حتى لو بصيت في الكلمة اللي قابليها اللي انا يا كلمة جهودكم هلاقي ان كلمة جهود نكرة والضميركم ده معرفة عشان كده انا لما جيت عند الضمير قلت ايه ضمير مبني في محل جر مضاف اليه هنا برضو في كلمة الوطن هقول عليها مضاف اليه مجرور وعلامة الجر الكسر اقرر كلامي تاني لان من ضم الحاجات اللي ممكن تجيلك في الاعراب وممكن بتيجي بكسرة ان يجيب كلمة وتبقى الكلمة مضاف اليه بعرف المضاف اليه من ازاي المضاف اليه بايما بيبقى معرفة مسبوق بكلمة نكرة بيبقى نكرة وراها معرفة نكرة وراها معرفة النكرة اللي هي المضاف بتعرب حسب موقعها في الجملة وبعدين باجي للمضاف اليه المضاف اليه دايما وابدا بيبقى مجرور يبقى مضاف اليه مجرور وعلامة الجر الكسر هاجي بعد كده لكلمة الشباب ما اعظم الشباب الواعي طيب انا عايز اعرف كلمة الشباب هطبق القعدة اللي انا اتفقت مع حضراتكم ان احنا بنشتغل عليها او نشتغل بيها القعدة دي بتقول ايه ان انا بشوف فين اول الجملة وابدأ الاعراب من عندها اول الجملة عندي بعد الفصل على طول هلاقي ما ما اعظم الشباب ده اسلوب تعجب واسلوب التعجب من ضمن الاساليب اللي احنا درسناها هذا العام كما اشرت فيه بداية الحلقة ودايما بيبتدي بما او باعظم به او افعل به زي ما عم نشوف على امثلة حتيجي عليه بعد قليل فانا هنا عندي اسلوب تعجب واللي بيتابع حلقتنا منذ البداية هيعرف ان انا قلت ان اسلوب التعجب يعني تقريبا بيبقى الاعراب بتاعه محفوظ انا هنا عندي اعظمة بتتعريب ايه فاعل ماضي مبني على الفتح انا قلتها واحنا بنشرح اسناء اسلوب التعجب والفاعل ضمير مستطر تقديره هو اه وعندي هنا اه الشباب بتتعريب هنا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتح اسلوب التعجب ساعتها قلت ان بيبقى عندي ماء التعجبية مبتدأ وبيبقى عندي بعد كده هو اه الفعل اللي هو بيبقى اعظم اه اه اللي على وزن افعل بيبقى فعل وفعل ماضي والفاعل بتاعه ضيما بيبقى ضمير اه مستطر والمتعجب منه في هذه الصورة او في هذه الحالة او في هذا الشكل دايما بيعرب مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتح يبقى انا قدرت احدد اعراب الى كلمات الاربعة اللي موجودة عندي من خلال القاعدة اللي انا قلتها لحضراتكم في البداية وهي ان انا با اتعامل مع الكلمة في اطار جملة ولا اتعامل مع كلمة مفردة لما بتعامل مع الكلمة في اطار الجملة بقدر اوصل بمنتهى السهولة الى موقع هذه الكلمة في داخل هذه الجملة نشوف بعد كده نفس القطعة موجودة معنا هيه وعليها مجموعة من الاسئلة يبقى قطعة النحو حضراتكم الاول بيجيلي سؤال اعراب وعرفنا بنتعامل معه ازاي هنجيب قطعة تاني وقطعة تالتة وانشوف هنتعامل مع سؤال الاعراب ازاي ونكرر نفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها حتى نتمكن من الاعراب ان شاء الله السؤال اللي عندي بعد كده طبعا السؤال رقم بقى دايما في الفقرة هو سؤال بقى بسألك على اللي حضرتك درسته هذا العام يبقى انا قلت عندي سؤال بيبقى سؤال تراكمي بسأل فيه فيه النحو اللي انت درسته قبل كده وغالبا هذا السؤال بيكون من سؤال اعرف ما تحته خط وبعد كده بيبقى فيه سؤال في هذا السؤال انا بسأل حضرتك على ما تمت دراسته في هذا العام مجموع الدروس اللي حضرتك درسته في هذا العام فاول حاجة بقول استخرج من الفقرة السابقة منادى وبين نوعه مختصا وبين نوعه واعربه توكيدا وبين نوعه اربع نعة واعربه يبقى انا طالب هنا كم حاجة طالب اربع اشياء وهتلاحظ انا عايز تاخد بالك وانت شغال فيه الاعراب او فيه اجابة هذه الاسئلة ان ممكن الجزئية يعني واحد او اتنين او تلاتة او كذا بكون متكونة من اكتر من سؤال يعني انا بسأل فيه اكتر يعني بقول منادة وبين نوعه يبقى انت مطلوب منك حاجتين مطلوب انك تخرج المنادة تقولي والله المنادة كذا نوعه كذا دي عليها درجة ودي عليها ايه درجة هنا مثلا السؤال اللي بعد كده للمرة اتنين بقول مختصا وبين نوعه واعربه بقى انا طالب تلات جزئيات فيها انا عايز تطلع الاسم المختص وتبين نوع الاسم المختص وتبين الايه اللي اعراب بتاوه السؤال تلاتة توكيد وبين نوعه اربعة نوع تنوعه طب تعالوا نشوف السؤال الاولاني اللي هو منادة وبين نوعه اعرى القطع شباب مصر انتم املوا بلدنا ونحن المصريين نقدر جهودكم من اجل نهضة الوطن فيا شباب الوطني اخلصوا لوطنكم فالاخلاصة الاخلاصة في عملكم ما اعظم الشباب الواعي المدرك حق وطنه علي هنا هتلاحظ حكتي مبدئيا اول ما بقول منادة انت حضرتك بتدور على اداة نداء اللي هي في الغالب بتكون ليها في ادوات تانية اللي هي الهمزة وإلى غيرها ولكن اشهر واظهر اداة ممكن تيجي عندك اللي هي اليا انا جاي في القطع هنا شكلين من اشكال اسلوب النداء جملة هتلاقي فيها اداة النداء النداء محزوفة ودوارد انه هو في الامتحان يجيب المنادة ويحزف اداة النداء ويطلب منك انك تطلع اسلوب نداء او تطلع المنادة حضرتك عارف ومتعلمه دايما بتخش ايه تدور على اداة النداء ملقتش اداة النداء في الحالة دي مش معناها انه هو مش جايب منادة لا هو جايب منادة ولكن حزف اداة النداء وهذا امر جائز فيه اللغة اننا بحث بل احنا بنستخدمه حتى في حياتنا بقوله واحد ما سأقوله محمد عشان يلتفت الي يعني انا اصدقله يا محمد ولكن انا حزفت هنا اداة الايه النداء وممكن بيجيب اداة النداء هنبص للقطعة اللي موجودة قدامنا هلاقيه عندي اول حاجة عندي كلمة شبابة مصر شبابة مصر دي نداء على فكرة ده اسلوب النداء هو عايز يقول يا شباب مصر يا شباب مصر وحزف اداة النداء يبقى فين المنادة المنادة هنا عندي كلمة شباب نوعه منادة مضاف منادة مضاف وانا قلت ان المنادة لعدة انواع منها بيبقى مضاف شبيه بالمضاف نكرة غير مقصودة وبعدين بيبقى المنادة عالم مبني او المنادة بيبقى نكرة مقصودة وحنا بنقول نداء ما فيه قال طب اني نوع اللي موجود عندي هنا نوع المنادة المضاف لان مصر اللي موجودة بعد كلمة شباب انا مضاف لي طب فيه تاني في القطع فيه في القطع فيه في القطع كلمة فيا شباب يا شباب شباب التانية برضو منادة بس ايه الفرق بينها وبين الاولانية الاولانية انا حزفت اداة النداء أنا حطيته قدام حضرتك الشكلين شكل ممكن ييجي في القطعة حازف أداة النداء ويطلب منك إيه ويطلب منك إنك تعين المنادة فبتدور على أداة النداء مش لا أعرف إن في الحالة دي هو حازف أداة النداء والشكل الثاني إنه هو ده الشكل الأسهل اللي هو بيبقى جايب أداة النداء فحضرتك على طول بتعرف أداة النداء إيه ويبقى المنادة موجود وراءها تب نوعه إيه في الحالتين إنه منادة مضاف لأنه زي ما قلت في الجملة الأولانية إن كلمة مصر مضاف إليه لأنها علم وهنا كلمة الوطن اللي هي فيها شباب الوطن كلمة الوطن مضاف إليه لأنه معرف بقل يبقى إجابة الأولانية كلمة شباب ونوعه مضاف وهي طبعا هتمشي معايا في المثال الأولاني وتمشي معايا في المثال الثاني السؤال رقم اتنين بيقول استخرج مختصا وبين نوعه واعربه استخرج مختصا وبين نوعه واعربه يبقى أنا عايز هنا افكر بحاجة قبل ما اجيب على هذا السؤال ايه هي ان الاسم المختص لابد او الجملة اللي بيجي فيها اسم مختص لابد ان تبدأ بضمير متكلم او ضمير مخاطب احيانا لابد ان تبدأ بالتاني بأكد على هذا الكلام عشان عضرتك لما تدخل الى القطع تدور على المختص تبقى عارف انت بتدور على الجملة دي اولها ايه لازم تبتدي بايه الجملة عندي لازم تبتدي بضمير متكلم اللي هو انا ونحن انا ونحن او الضمير المتصل بتاعها انا ونقول علينا بنا او اا ضمير مخاطب اللي هو انت انت انتما انتم انتنا او عليكم الضمير المتصل يبقى في الحالة دي انا عندما ابحث عن الاسم المختص لازم ابحث عنه في جملة بتبدأ باسم بضمير متكلم سواء كان ضمير مفصل انا او نحن او المتصل بتاعها اللي هو انا او يعني المتكلم اا او ضمير مخاطب اللي هو انت وانت زي ما قلنا او المتصل ايه بتاعه طب نبصل الجملة اللي موجودة عندنا هنا هدور بقى على حاجة بدء بالضمير انا لقيت عنها عندي انتم املوا بلدنا بس هنا هو مش مش هي المقصودة لان انا عربتها على انها خبر طب نكمل بعد كده هلقيني تلاقيني بقوله نحن المصريين نقدر جهودكم من اجل نهضة الوطن قف معايا قدامي الجملة ده هي نحن المصريين الجملة بدأ بضمير المتكلم نحن اللي هو انا انا اذكر في بداية كلامي قلت ان هذه الضمائر اينما تقع في اي مكان في الجملة انت بتعربها مبتدأ فانا عربها هنا ايه ضمير مبني في محل رافع مبتدأ متفقين طب فين الخبر بتاعها هل الخبر بتاعها المصريين ممكن بعض الناس اول ما يشوف الجملة بالشكل ده يقولك انت كتبها غلط المفروض يقول نحن المصريون عشان تبقى المصريون قبر هقوله لا انتظر وانا هقولك انا كتبتها المصريين ليه لان الخبر بتاع نحن هو نقدر الخبر بتاع نحن هو الجملة الفعلية نقدر فكأنه بقول نحن نقدر جهودكم تمام طب اما الكلمة المصريين دي جاية ليه هقول ان الضمير بيبقى اسمه مبهم ضمير اسمه مبهم مبهم يعني ايه يعني مش واضح محتاج حاجة تشرحه حاجة توضحه حاجة تخصصه عشان كده هو بنقول عليه اسمه مختص بيجي ليه علشان يخصص الضمير وعلشان يوضح الضمير وعلشان يعرفني انا اقصد ايه بالضمير فانا لما بقول نحن المصريين يبقى انا حددت اقصد بين بين نحن اقصد الايه المصريين طب ليه انا كتبتها كده كلمة المصريين لان المصريين هنا هي الاسم المختص يبقى الاسم المختص هو اللي بييجي بعض الضمير لما اسأل عن اسم المختص يبقى حضرتك بتدور على جملة مبدوقة تاني مبدوقة بضمير متكلم او بضمير خطاب بعد كده بتلاقي الاسم المختص جاي ايه بعدية بتحدد المبتدأ والخبر في الجملة دي هي وبتلاقي الاسم المختص موجود ما بين المبتدأ وما بين الخبر تمام طيب المختص عندي هنا كلمة المصريين طب كلمة المصريين اتنصبت ليه انا ليه ما قلتش المصريون قلت وانا بشرحها في حلقات ماضية ان الاسم المختص دايما وابدا ولازما بعريبه كده مفعول به لفعل محزوف وجوبة بفعول به لفعل محزوف وجوبة تقديره اخص منصوب هنا منصوب طبعا وعلامة النصب الياء لانه جمع مذكر سالم في كلمة الايه في كلمة المصريين يعني كاني بقول نحن اخص المصريين نقدر جهودكم تمام يبقى ايجابة السؤال المختص كلمة المصريين الاسم المختص كلمة الايه المصريين هتلاحظ ان انا جهودت على التلات جزئيات الجزئية رقم واحد المختص كلمة الايه المصريين يبقى نحن اخص المصريين نوعه معرف بال هو ليه تلات انواع ياما بيبقى معرف بال المختص ياما بيبقى معرف بال ياما بيبقى مضاف الى معرفة ياما بيبقى لفظ ايها او اياتها اسم المختص لتلات انواع اما انه بيبقى ولو الف ولام فيبقى معرف بال واما انه بيبقى مضاف الى معرفة واما انه بيبقى لفظ ايها ولفظ اياتها طب اعرابه انا قلت اعرابه مفعول به لازم بيبقى مفعول به مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص منصوب وعلامة النصب طبعا هي علامة النصب الياء طبعا لانه جمع مذكر سالم عايز عندي هنا سؤال التالت بيقول توكيد وبين نوعه التوكيد بينقسم زي ما قلنا بينقسم الى قسمين القسم الاولاني عندي توكيد لفظي وعندي توكيد معنوي عشان كده هو بيقول لي ايه وبين نوعه او هممكن يقول لي واعربه لو قال لي واعربه حددله اعراب اللي قابله لانه اخو النعت دايما تفتكروا ان التوكيد والعطف والبدل هم اخوات النعت بياخدوا اعراب اللي قابلوهم يبقى هو هنا بيقول لي التوكيد التوكيد لنوعين اما انه بيبقى توكيد لفظي لما بيقول له ايه انت انت الرجل انت الاولانية مبتدأ وانت التانية ايه توكيد لفظي اه اه مثلا ايه الاكتهاد الاكتهاد في العمل يبقى التوكيد اللفظي هو عبارة عن تكرار الكلمة بلفظها وبمعناها والتوكيد المعنوي زي ما اشوف امثلة بعد كده بيكون بكلمات معينة اللي هي كلمة نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع بيكونوا مضافة الى ضمير متصل يبقى انا لو بسط للقطعة اللي موجودة عندي هلاقييني كاتب هنا ايه كلمة فالاخلاص الاخلاص كلمة الاخلاص اتكررت مرتين كلمة الاخلاص اتكررت مرتين فالمرة التانية بتتعرب توكيد اه مع لفظي منصوب طبعا لان الاخلاص الاولانية بتتعرب مفعول به لفعل محزوف معناها ايه الزم الاخلاص اسلوب الاغراء والتحذير مش موجود معانا في المنهج السنادي ولكن لا عشان كده انا اعطت ايه ما سألتش في اعرابها وانما سألت في نوعها نوعها توكيد لفظي كلمة الاخلاص 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 التانية توكيد لفظي يبقى التوكيد اللفظي هتلاقي حضرتك قدامك في القطعة كلمة بتكررة مرتين واخد نسخ منها وحططع وراها تاني الكلمة التانية هي التوكيد اللفظي السؤال رقم 3 بيقول لي عايز نعتا واعربه احنا اتفقنا ان انا بيبقى عندي نعت جملة ونعت شبيه جملة ونعت مفرد وكذا بداية بدور على النعت المفرد النعت المفرد هو ان بلاقي الكلمتين مشتبيهين مع بعض في التعريف يعني اذا كان ده معرفة بيبقى معرفة اذا كان نكرة بيبقى نكرة وبيتشبه في الاعراب وبيتشبه في النوع وبيتشبه في العدد يعني اذا كان مفرد بيبقى مفرد وعكذا فانا لأ مثلا هاخد كلمة ايه كلمة الواعي كما اعظم الشباب الواعي كلمة الشباب معرفة كلمة الواعي معرفة وهنا كلمة الواعي أنا أعربت الشباب منذ قليل إن الشباب مفعول بمنصوب وعلامة النصب الفتحة يبقى كلمة الواعي هتبقى نعت منصوب وعلامة النصب الفتحة نوعه طبعا هنا نعت ايه مفرد ده بالنسبة لهذه القطع هنا مجموعة من الأسئلة بقول هنا أجب عن الأسئلة الآتية ده السؤال رقم جيم ممكن ييجي في جيم يعني أنا دلوقتي عندي القطعة حضرك زي ما قلت لحضرك بقولك أعرب ما تحته خط اتفقنا عليها وعرفنا بنتعامل معها ازاي بقلت بسأل مجموعة من الأسئلة في مضمون القطعة اللي موجودة قدامي وهذه الأسئلة بتكون في الدروس اللي حضرتك درستها ممكن ممكن ييجي في السؤال رقم جيم يسأل برضو عن الدروس اللي حضرتك درستها ولكن يسأل بقى ايه؟ يسأل في جزئيات معينة يعني ادي لك كلمة زي ما احنا هنقول كده ويقول لك اعمل لي كذا تعجب من الكلمة ده هي صوب الخطع اعرف ما تحته وكذا فانا مثلا هنا بقول تعجب من كلمة النجاح تعجب من كلمة النجاح كلمة النجاح انا قلت ان عندي اسلوبين للتعجب ممكن يبتدي على وزن ما افعله وممكن اقول افعل به فهاشوف كده هقول انا قلت ايه؟ ما اعظم النجاح ده الاسلوب الاولاني اللي بيبتدي بايه؟ بما زي اللي خدناه في القطع لما قلنا ما اعظم الشبابة الواعي ده ده الشكل الاولان فين المتعجب منه؟ المتعجب منه هنا النجاح اعرابه اتفقنا ان في الحالة دي وفي الصورة دي بيبقى اعرابه مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتح طيب الشكل التاني اللي انا كنت بقول عليه ايه؟ افعل به افعل به افعل به ازاي؟ اللي هو اعظم به اكرم به أنا بقول اعظم بالنجاح اعظم بالنجاح يبقى تعجب من من كلمة النجاح انا تعجبت بصيغتين القياسيتين صيغة ما افعله وصيغة افعل به يبقى ما اعظم النجاح واعظم بالنجاح طيب النجاح التاني اللي هي في المثال التاني هي بالنجاح برضه فرصة لما بيجينا المثال بنجد فرصة انا احنا نذكر بالقعدة اه نعربي به ايه لو حطوا لي تحتها الخط ونعربي بهAm عدوكم ممكن اول ما لايق حرف الجر يقول لي ايه اسم مجرور اقول له لا هي لايقى اعراب الازهر والارجح هنا ان انا اقول عليها ايه فاعل مرفوع هتقول لي فاعل فاعل ازاي قبلها حرف جر اقول له حضرتك اسمع معايا للنهاية فاعل مرفوع وعلامة الرفع اتضم المقدرة يعني المفروض ان انا كنت احط ضمه على كلمة النجاح طب انت محطتش اتضمه على كلمة النجاح اقول منع من ظهورها منع ان انا حط الضمه ده ايه او ان انا اظهر هذه الضمه اشتغال المحل يعني المكان اللي انا المفروض احط عليه الحركة ايه حرف الحق في كلمة النجاح طيب الحرف اللي بحط عليه الحركة لا يتحمل الا حركة واحدة يعني يحط الضمه بتاعت الفاعل يحط الكسرة بتاعت حرف الجر طب اعمل ايه طب اتحطت الكسرة بتاعت حرف الجر فاقول فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل يعني المكان اللي هو الحاء المفروض كنت تحط عليه الضم جد بحركة حرف الجر الزائد حرف الجر الزائد هو اللي سبق وحط الحركة بتاعته هنا يبقى دايما بتتعري بايه فاعل طيب اعظم لو قال لي اعظم اقول له هنا اعظم برضو اعربها ايه انا عارفه هقول وبحفظه وبسمعهم فعل ماضي جاء على صيغة الامر لغرض التعجب بقول كده دايما في الحالة دي فعل ماضي جاء على صيغة الامر لغرض الايه التعجب ده السؤال الاولا دي السؤال بعد كده اه بقول اجعل كلمة المعلم منادة في ايه في جملة انا دلوقتي بدي لك كلمة وقولك اجعلها منادة هتلاحظ هنا ان كلمة المعلم اه اولها اه اه وولام اولها ايه الف وولام واحنا بنشرح المنادة قلنا لا يجوز نداء الاسم اللي اوله الف وولام مباشرة ما ينفعش ندي مباشرة لازم اعمل واسطة اجيب اه حاجة بين حرف النداء وبين الكلمة اللي انا طالب منك انك تنادي عليها اللي هي اولها الف وولام اللي هي ايه لفظ ايها لو كان الكلمة اللي انا عايزة نديها مذكة ولفظ اياتها لو كانت الكلمة اللي انا عايزة نديها مؤنس يبقى الجملة حتى تتكاتب ازاي اقول يا ايها المعلم انت من البنات العظام لانك تبني البشر يا ايها المعلم خب بالك انا جبت اداة النداء يا وجبت الكلمة اللي انا عايزة ندي عليها اللي هي الايه اللي هي المعلم وبعدين حطيت بينهم لفظ ايها ليه وجبت يا استاذ لفظ ايها هنا جبت لفظ ايها لاني لا يمكن ان انادي الاسم المعرف بالمباشرة طيب فين المنادة هنا المنادة هنا بعضكم ممكن يقول لي لفظ المعلم يقول له لا المنادة هنا مش كلمة المعلم او لفظ المعلم المنادة هو لفظ ايها اللي انا جايبه لفظ ايها هو المنادة خب بالك لفظ ايها لما ييجي بعد اداة النداء ولفظ اياتها لما بتيجي بعد اداة النداء بتبقى هي المنادة طيب اعربها اعربها سال وانا عارفه بقول عليها ايه منادة مبنية على الضم في محل نصب والهاء بتبقى للتنبيه طب كلمة المعلم لها اعراب محفوظ الاسم اللي بيجي بعد ايها وبعد اياتها انا بعربه على طول نعة مرفوع بكرر كلامي لان كلامي مهم الكلمة الاولى الفولام او الاسم الاولى الفولام اذا طلب منك ان تناديه بتعمل حضرتك ايه بتجيب لفظ ايه ما بتناديهش مباشرة ولكن بتجيب لفظ ايها او لفظ اياتها وتنادي عليه يا ايها او يا اياته على حسب ان الكلمة اللي معايا مذكر ولا مؤنن فبقول يا ايها المعلم طب فين المنادة هل المنادة ايها ولا المنادة المعلم بأكد على حضرتك تابع المنادة هو كلمة ايها او كلمة اياتها طب تتعرف ازاي منادة مبني على الضم في محل نصب طب كلمة ايها ده هي حضرتك اللي انت جايبها وكنت بسائل فيها تتعرف ايه بعريبها دايما نعت مرفوع وعلامة الرفع الضم ممكن هو يجي في الامتحان يقول لي صوب القطع يا ايها المصريين انتم بناتوا الحضارة مثلا يا ايها المصريين انتم بناتوا الحضارة ويقول لي صوب القطع هي جاية في السياق ايه جاية في سياق نداء يوقفين المنادة ايها طب والمصريين المصريين بالشكل ده اعربها خطأ طب صوب الخطأ قول يا ايها المصريون ليه قلت المصريون ومقولتش المصريين لان انا اتفقت مع حضراتكم ان الاسم الواقع بعد ايها واياتها في سياق جملة النداء بيعرب ناعة مرفوع طيب نشوف بعد كده بقول اجعل كلمة المصريين مخصوصا بالمدح جائز التأخير مرة وواجب التأخير مرة اخرى جائز التأخير مرة وواجب التأخير مرة اخرى اسلوب المدح والزم انا عندي اربع افعال ببتدي بهم اسلوب المدح والزم يبقى هو لما بيجي يقول لي يديني كلمة زي دي كده ويقول لي اعملها مثلا مخصوص بالمدح او مخصوص بالزم يبقى الجملة بتاعت لازم تبتدي بفعل من اربعة لو في سياق المدح لازم ابتدي يا اما بنعمة يا اما بحبازة لو في سياق الزم بابتدي ببئسة او بلا حبازة اتفقنا على كده اتفقنا طيب يبقى انا المفروض ان انا عشان اخليها جائز التأخير جائز التأخير يعني ايه جائز التأخير يبقى انا لازم هنا ابتدي بنعمة نعمة وبئسة دي افعال في المدح والزم يجوز معاها ان انا اخر المبتدأ ويجوز معاها ان انا حط المبتدأ في وضعه الطبيعي وخليه في بداية الجملة ولكن الكتير جدا ان المبتدأ بيجي ايه متأخر طيب واجب التأخير يعني لازم المبتدأ يبقى مؤخر لو ابتديت الجملة بحبازة او بلا حبازة طيب نجاوب هنا انا بقول جائز التأخير يبقى اتفقنا ان انا هبتدي بايه بنعمة اهو نعمة بناتو الامم المصريون نعمة بناتو الامم المصريون هنا ابتديت الجملة بنعمة خلاص اتفقنا انه لما يجديني كلمة ويقولي حطها في سياق اسلوب متح او في سياق اسلوب زم يبقى الجملة بتاعتي لازم تبتدي بفعل من افعال المتح او بفعل من افعال الزم افعال المتح هي نعمة او حبازة أفعالي الزم هي بيسة أو لا إيه حبازة طب هو قال لي هنا جائزة تأخيري وقال لازم أبتدي بنعمة فعل المتحي إيه نعمة طب فين كلمة اللي هو طالبة من كلمة المصريين هتلاحظ أن أنا كتبتها المصريون هتلاحظ أن أنا كتبتها المصريون يعني أنا أصدف أكتب المصريين ولما أجيب المثال أغير وخليها لإيه المصريون طب ليه خليتها المصريون لأنه هو ده موقعها الإعرابي المخصوص بالمتحي هنا هو إعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم مخصوص بالمتح مرفوع أو مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم اتفاقنا برضو حد إشارة على المثال اللي هو موجود قدامنا طب طلب مني الفاعل الفاعل هنا كلمة بناه نعمة بناته بناه هنا فاعل مرفوعه على مطرف قضامه طب طلب مني أبين نوع الفاعل ممكن يجي في امتحان ويطلب مني أبين نوع الفاعل وهنشوف أمثلة مختلفة ده واحد منها إن الفاعل بتاع نعمة وبئسة إما إنه بيبقى مؤرف بقل أو مضاف إلى المؤرف بقل أو ضمير مستتر يفسره تمييزه أو الاسم الموصول من وما طب أنا قلت أربع أنواع أنا نوع الفاعل هنا في اللي موجود قدامي لو بناته الأمم نوع الفاعل هنا مضاف إلى المعرف بإيه بقل أو مضاف إلى كلمة الإيه كلمة الأمم يبقى بناه هي الفاعل والأمم هنا مضاف إليه طيب واجب التأخير خلاص عارف إن حبذة حبذة المصريون إعرابها نفسي إعراب اللي فوق هقول المصريون مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم طيب واجب التأخير آه مع حبذة وحبذة لو طلب مني إن أنا أعربها أو كذا أقول له حبا لوحديها فعل ماضي مبني على الفتح وذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل وهنا يعني مش هسألني لو جاب حبذة ولا حبذة ما يسألنيش عن نوع الفاعل لأن الفاعل هو هذا لهو اسم الإشارة وإعرابه أنا حافظه وبسمعه على طول اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل نشوف بعد كده أكمل بما هو مطلوب بين القوسين ممكن يجيب لي أسئلة من كده يجيب لي جملة ويسيب لي نقط أو كذا ويجيب لي بين الخوسين اعمل كذا نشوف القاهرة مدينة القاهرة مدينة ونقط وبعدين بيقول لي حط نعت جملة اسمي احنا اتفقنا وحنا بنكلم على النعت ان النعت ليه جملة أنواع أو عدة أنواع مفرد وجملة والجملة بتنقسم إلى قسمين جملة اسمية وجملة فعلية أو ييجي ايه شبه جملة رارف أو جر ومجروم وفي النعت الجملة أنا بفكر حضراتكم برضو ان النعت الجملة المنعوت لابد ان يكون اسم نكرة المنعوت لابد ان يكون اسم نكرة أنا لما بص للجملة اللي قدامي هنا القاهرة مدينة هي مدينة هي المنعوت مدينة هي المنعوت هبصها لأن كلمة مدينة مش مبدوقة بألف ولام ومش هيجي وراها مضاف إليه تمام طيب عايز نعته جملة اسمية يعني النعت لازم يبقى متكون من جملة صغيرة جملة اسمية متكونة من مبتدأ وقبل نشوف المسأل هقول القاهرة مدينة تاريخها عظيم القاهرة مدينة تاريخها عظيم تاريخها دي مبتدأ وعظيم دي خبر والجملة على بعضيها اللي متكونة من المبتدأ والخبر هنا في محل رفع نعت لأن المنعوت اللي هو كلمة مدينة خبر نرفون ولازم في الشكل ده أو في الجملة الازعي دي القاهرة مدينة تاريخها عظيم لابد من وجود ضمير رابط بيربط جملة النعت بالمنعوت ويتفق مع المنعوت في العدد ويتفق معه في النوع طب نشوف كده القاهرة مدينة تاريخها عظيم فين الضمير الضمير اللي هو الهاء الهاء ده راجع على كلمة مدينة وبيتفق معها في النوع مؤنس مؤنس ويتفق معها في العدد مفرد ومفرد نشوف مثال بعد كده اعجبني الكتابه اعجبني الكتابه هو هنا عايز بدل اجتمال افكر برضو بالبدل البدل ليه ثلاث انواع والبدل اخ من اخوات النعت يعني بياخد اعراب الايه المبدل منه البدل ليه ثلاث انواع بدل مطابق وبدل بعض من كل وبدل اجتمال البدل المطابق زي ما حنشوف حنجيب له امثلة عشان بس ايه الوقت هنقول هنا هو عايز بدل اجتمال بدل اجتمال بيبقى بييجي مع المبدل منه ولكن لا يمكن تجزئته هو مش جزء منه لا يعني لا يمكن تجزئته هنشوف كده المثال لما اقول اعجبني الكتابه معلوماته المعلومات لا يمكن فصلها عن الكتاب فهم بقول اعجبني المدرس شرحوه المدرس بيحتوي على الشرح والكتاب بيحتوي على المعلومات ولكن حال يمكن انا افصل المعلومات عن الكتاب يعني حط المعلومات في جهة وحط الكتاب في جهة لا لا يمكن بدل اجتمال طيب لو قال لي عربه اقول له بدل مرفوع وعلامة الرفع الضمة لان الكتاب هنا فاعل وبرضه نفسه زي زي اللي ما تكلمنا في النعت هنا عايزين ضمير رابط اللي هو الهاء بيعود على الكتاب بيوفقه في العدد ويوفقه في النوع عجبني الكتاب معلوماته السؤال اللي بعد كده قرأت الكتابين هنا انا عايز توكيد معنوي وانا سبق واشرت منذ قليل الى ان التوكيد نوعين توكيد لفظي وتوكيد معنوي توكيد اللفظي انا بكرر الكلمة بلفظها ومعناها قرر الكلمة بلفظها وايه ومعناها وخلاص عرفناها في المثال اللي قلنا الاخلاص الاخلاص وتوكيد المعنوي بعدة كلمات اللي هي نفس وعين وكلة وكلتة وكل وجميع ولازم يبقى وراهم ضمير متصل طيب هنا قرأت الكتابين قرأت الكتابين الكتابين مسنة الكتابين مسنة هنا هستخدم لفظة من لفظتين يئما كلا يئما كلتة لان دول بيujه لتوكيد المسمة فقط كلا او كلتة طيب اقول قرأت الكتابين كلاهما ولا كلايهما قرأت الكتابين كلاهما ولا كلايهما طبعا انا اخترت كلا وما اخترتش كلتا لان الكتابين مذكر يبقى انا اختار كلا عشان دي هتبتأكد المذكر لو مؤنس قد اخترت كلتا طيب هل اقول كلاهما ولا اقول كلتيهما هقول كلتيهما ليه كلتيهما لان هتاخد اعراب اللي ايه اللي ابلها هقول كلاهما لان هتاخد اعراب اللي ابلها قرأ فعله ماضي هطبق بقى قعدتي في الاعراب قرأ فعله ماضي والتاء ضمير مبني فيه محل رفع فاعل قرأته طب والكتابين مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء قول به منصوب وعلامة النصب الياء يبقى التوكيد لازم يبقى منصوب التوكيد لازم يبقى منصوب لان اتفقنا ان التوكيد بياخد اعراب المؤكد وبما ان كلا وكلتا من الملحقات المثنى يعني بتاخد اعراب المثنى يعني في حالة الرفع بديك اعرف وفي حالة النصب او الجر بجر وانصوب به الياء لو مرفوعة كنت قلت لو كان كلمة اي كتابان كنت قلت كلاهما انما طرامة منصوبة او مجرورة بقول ايه كليهما قرأته الكتابين ايه فيها ايه ما اجا اكد حاجة فيها برضو ايه ايه قرأته الكتابين كليهما السؤال بعد كده نعم الرجاله عايز مخصوص بالايه بالمتح ايه 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 اجابة السؤال نعم الرجاله المخلصون ولسه عيلنا من شوية ان المخصوص بالمتح هنا في الحالة دي لو قال يعربه بيبقى مبتدأ مؤخر نشوف بعد كده ممكن يقول لي ايه صوب الخطأ في الجمل الاتي يعني اجيب لك جملة غلط او فيها مش الجملة كلها غلط ولكن فيها كلمة غلط واطلب منك انك تعرف الخطأ وتصلحه او ممكن احط لك خط تحت الخطأ اقول لك صوب الخطأ فيه بها تحت او خط يعني ممكن تيجي بشكلين الاسهل انه هو يحدد لك الخطأ ويحط لك تحته خط ويقول لك صوب الخطأ في الكلمة اللي تحتها ايه خط او ما حطش خط ويقول لك اكتشف انت الخطأ وصوبه صوب الخطأ في الجمل الاتي هنا طبعا انا مش عادل بخط تحت الايه الخطأ فبقول يا ذي الجلالي والاكرام يا ذي الجلالي والاكرام فين الخطأ القطأ في كلمة ذي القطأ في كلمة ايه ذي ليه لان ذو ده هي من الاسماء الخامسة الاسماء الخامسة بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء خلاص اعرفنا اعرابها طب تعالى بقى نشوف ليه غلط طيب برضو لسا انا عادل لاتي ما عارسش هي ليه غلط لان ذي هنا هو بشكلها ده هي منادة هي ايه منادة طب انا نوع من انواع المنادة انا هنا بشرح المنادة قلتلك عشان تعري بالمنادة لازم تعرف نوعه لازم تعرف نوعه طب ده انا نوع من انواع المنادة اه ده المنادة المضاف ده النوع المنادة هنا ايه مضاف طيب المنادة المضاف ده هو اعرابه ايه او وضعيته في الاعراب المناد المضاف لازم يبقى منصوب المناد المضاف لازم يبقى منصوب وبالشكل ده كلمة ذي مجرورة ما دمفعش رجعت هنا وفكر اسماعي الخمسة بترفع به الوا وتنصب به الالف وتقرب الياء يبقى الجملة تتكتب ازاي هتتكتب كده هو يا ذا الجلالي والإكرام يا ذا الجلالي والإكرام ذا هنا مناد منصوب وعلامة النصب الالف لأنه من الأسماء الخمسة طيب خلاص عرفنا دي نشوف اللي بعد كده بقول نحن المعلمون نؤدي واجبنا نحن المعلمون نؤدي واجبنا بكل اتقام فين الغلاط انا سامع حد بيقول لي انت لسه قايل لي من شوية يا استاذ ان نحن دي جملة اختصاص دي جملة ايه اختصاص بدء الضمير المتكلم نحن والمختص لازم يبقى منصوب المختص لازم يبقى فاكرين نحن المصريين ان نقدروا جهودكم اللي جبناها في الجملة اه يبقى هنا الخطأ في كلمة المعلمون تتكتب ازاي هتتكتب كده نحن المعلمين نؤدي واجبنا بكل اتقان ليه عملتا لانها تبقى مفعول بيه لفعل محزوف وجوبا تقديره اخصه اه وهو ده الاسم الايه المختص السؤال اللي بعد كده الطالبتان كلتيهما مجتهدتان الطالبتان كلتيهما مجتهدتان فين الخطأ الخطأ في كلمة التوكيد الخطأ في كلمة الايه التوكيد انا وانا بشرح المؤكد منذ دقائق قليلة قلت ايه في كلمة الكتابين قلتلك بص خط بالا قرأت الكتابين فيها ايه يبقى لما جيب التوكيد هيبقى ايه في ايه كليهما طب ايه الطالبتان مرفوعة طالبتان اللي هي أنا بأكدها مرفوعة مبتلق مرفوع علامة الرفع الالف يبقى التوكيد لازم هو كمان يبقى مرفوع التوكيد لازم هو كمان يبقى ايه مرفوع لان التوكيد بياخد اعراب المؤكد التوكيد لازم هو كمان يبقى مرفوع يبقى في الحالة دي وانا قلت ان كلا وكلت من الحقات المسنة يعني بتترفع بالألف وتتنصب وتتجرب الياء إذا كان المؤكد مرفوع يبقى التوكيد هو كمان مرفوع المؤكد مثنى مرفوع بالألف يبقى التوكيد هو كمان هيبقى مرفوع بالألف يبقى الجملة هتكذب كده الطالبتان كلتا هما مجتهدتان وتبقى كلتا هما توكيد معنوي مرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه من الحقات المثنى السؤال اللي بعد كده بيقول ما أحسن العلمه أنا حتتضم على كلمة العلم ما أحسن العلمه إحنا ما درسناش السنة دي غير إسلوب التعجب اللي هو ما هنا تبقى تعجبية وفي إسلوب التعجب المتعجب منه لازم يبقى منصوب يبقى ما ينفعش أحط عليه ما ينفعش أحط عليه فتحة ما ينفعش أحط عليه إيه ما ينفعش أحط عليه بامة يبقى تتكتب إزاي هتتكتب كده ما أحسن العلمه وتبقى العلم مفعول به لفاعل مفعول به منصوب وعلامة النصف الفتحة وهو المتعجب منه بكده بنكون يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عرضنا لمعظم صور الدروس اللي احنا درسناها في هذا العام وإن شاء الله سيكون لنا حلقة قادمة وفي المراجعة وحنتطرق فيها برضو للنحو والنصوص وبقية فروع المنهج إن شاء الله ومع خالص تمنياتي ومع وعد إن شاء الله بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله مع خالص التمنيات والأمنيات بالنجاح والتوفيق اشتركوا في القناة